هكذا تجند العشرات من المواطنين من منطقة الساقعة ببلدية مدريسة بيتيارت وبأموالهم الخاصة من أجل تهيئة المسلك الذي يربطهم بالطريق الولاء رقم اثنين بعدما ذاقوا ذرعا بالوعود المتوالية للنظر في معاناتهم وأبنائهم في التنقل إلى المدرسة خاصة حين تتساقط الأمطار الطريق مكانش إحنا ضائعين ولادنا كاللي معوق كاللي مسكين ما يطيقش يتمشى الواطن تحدرقت اللي عندها شبر ويطالها هدكدقها لهذا الشي هاوينا لهذا الطريق راننا نخدموا فيها بيدنا وموان نهديوها شكذاك هذا الطريق رانيها سنين رانها خاسرة ولادنا رانهم ضائعين اللي يكون هنا ركتشوفرها بإيده اللي معدلان نقلح دائية ماذا بها السلطات تعاوننا تعاوننا سلطات راننا ضائعين هنا مجد جد هؤلاء السكان يعتمدون على وسائل بسيطة وبعض عتادهم في وقت ينتظرون تحرك الجهات الوصية ومساعدة ودعم أهل الخير لهم هي مبادرة فردية لسكان المنطقة تعكس فهم ورقيا المواطنة لديهم غير أنها بحاجة إلى التفات أهل القطاع لحل مشكلة طريق عزلهم لعقود من الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر